شو هو كومسيانجي يعني بيقبض على التوقيع بيجي واحد تاني بيجي احترون لرئيس الجمهورية ولا وعطوه شو هش حادي هي الممارسة انا عامل مبادرات تجاهه هو ما عامل شي هو عامل مبادرات لا ياخد على طول يبدو ان الهجوم العنيف الذي شنه رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشيل عون وعناد وزير العمال شرب النحاس استنزف صبر رئيس الجمهورية فبعد تولي اوساطه الراد على عون ها هو يخرج عن صمته حيث قال في حديث اعلامي اذا بقي نحاس يرفض توقيع مرسوم بدل النقل اما يقال باغلبية الثلثين او يتم تغيير حقبته بموجب القانون امام هذا الموقف يواصل التيار الوطني الحر دفاع عن نحاس ويستأنف دورة جديدة من لعبة الكباش مع رئيس الجمهورية ما عاد موقف دستوري صار موقف سياسي وبالتالي ساعته كل حدا يشوف شو قدرته خلينا نشوف هالإجماع كيف بده يتجسد على خرق الأوانين وساعته لكل حدث حديث عدو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كانعان أكد للأمتلي أن التكتل مرتاح لموقفه خلي هالمواقف تتكشف خلي الرأي العام حقيقة ونحن كمان نعرف حقيقة الأمور حقيقة مين عم يسعى لاحترام الأوانين بهالبلد ومين عم يفرد بالنهاية عم يختصر المؤسسات وعم يفرد مواقف سياسية لا علاقة لها بالقانون والدستور نستغرب أنه يطلبنا أحد ولسيا ما فخامت الرئيس بخرق الأوانين في حال أقيلة الوزير نحاس شو راح تكون خطوتكم ما فينا هيك افتراضيا نقول في حال أقيلة يعني ما فينا نجاوب على سؤال افتراضي مثل هيدا ونتكهن شو ممكن تكون خطوتنا وخطوة التكتل ككل وإلى آخره ولكن نحن مستعدين ومرتحين لما وقفنا ما راح تقبلوا بتغيير الحقائب؟ مش مطروح أبدا ولا أي شي من هالنوع لأنه المطلوب تغيير المرسوم والمرسوم بده يتغير لأنه ما فينا نمشي بمرسوم غير قانوني نحن ما حنمشي بولا مسألة تحت الضغط حتى نخالف يعني ما حدا راح يقدر يلزمنا نخالف القانون والدستور وفيما تحدثت مصادر مطلعة عن اقتراح سليمان إسناد وزارة السياحة لنحاس وتسليم الوزير فادي عبود وزارة العمل نفى عبود للأم تي في أن يكون على علم بهذا الطرح مؤكدا أن عون هو صاحب القرار النهائي على صعيد آخر وإثرى ظهور تلميحات عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يماشي سليمان وميقاتي في توجهه ما وردت معلومات صحفية مخالفة إلا أن أوساط بري نفت للأم تي في صحتها رافلة التعليق لتبقى هذه المعدلة معلقة على حبال السجالات السياسية التي تطبع أداء الحكومة الحالية ترجمة نانسي قنقر